بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامة والاشتراك في المسلمين سيدنا محمد نوالي علي وصحبه اجمعين معاكم دكتور عبد الرحمن فرغالي ان شاء الله مكملين الروض ماب الخاصة بالسينتوفيك ريسورش سواء الناس اللي شغالة في الرسورش في سينتوفيك بيبر في جرادوشن بروجيكت بنعلمكم الطولز المختلفة اللي من خلالها تكون سهل التعامل مع الكتابة ومع السورش ومع التنصيق ومع السيتيشن مع كل حاجة حتى الريزولتس هنحاول في السيميليشن ريزولتس نشوف بروجرامنج طريقة بحيث ان الشكل العام حتى بتاعت السيميليشن ريزولتس تكون حاجة محترمة وسهلة واسمتريك كده اللي يجي يتفرج على النتائج لقى الدنيا مريحة والتنظيم مريح والتنصيق مريح الكلام ده كله فانت بتتعلم كل حاجة بتتعلم من اول ما ديسيزات سورش على الحاجة لحد ما تطلع فيل البرودكت حاجة محترمة جدا بحس محترم مستر محترمة بيتشي دي محترمة بنعلم الناس خلاصة الريسورش والتولز المختلفة احنا في الفيديو اللي فاتت كلمنا عن الفيزيو وقلت ان الفيزيو هو السوفتوير اللي عنده فيه ميزة رهيبة ان هو بلت ان جوه الورد وممكن من خلال الورد لو فيه حاجة عز تعدل تقدر من خلال الورد تعدلها فدي الميزة اللي موجودة في الفيزيو لكن فيه سوفتويرز تانية بتقدر ترسم الشارت وتبدأ ترسم التوبوليجز المختلفة انا عستعرض بعاكم دلوقتي انا عمد برينستورم بس برضو استكمالا للفيزيو عشان نشوف هالفيزيو بس مهمته انتهت لأ اللي انت عتشوفه ان انت الفيزيو ممكن عادي نستخدمه في رسم الكنترول سيركت وممكن نستخدمه في رسم بعض البلوكات اي حاجة ممكن تترسم الفيزيو ممكن يرسمه وده هو ارهولك دلوقتي وازاي انا في مستر استخدمت الفيزيو عشان ارسم كل الرسمات عشان تبقى برضو الصورة واضحة بالنسبة لك وتبقى فاهم ان ايه كل ده المفروض انا ارسمه الفيزيو برضو لما نيجي ليه السيميليشن ريزولت عتلاقي ان انت ممكن تستخدم الفيزيو ان انت تكسبورت الفيجر بتاع الاسكوب ويتاخده على الفيزيو لعاوز تزبط اللابل بطريقة نديفة الاكسيز التايتل الكلام ده كله برضو تنصك وتعمل شكل ريزولت محترمة ممكن الفيزيو يعمل ده ويكون الاول طبعا على اليوتيوب ان انت ازاي تشوف ازاي تاخد الاسكوب فايل او الاسكوب اوتبوت وتروح بيه على الفيزيو عشان تبدأ تزبط لو فيه الوان عاوز تنصكها انت بشكل افضل واجمل حاجات عاوز تحطها الارقام تبقى في فونت معين لان انت عندك الميزة في الفيزيو ان انت بتختار الفونت اللي انت عاوزه فممكن تحط الفونت اللي انت عاوزه السايز اللي انت عاوزه فالكلام ده كله ممكن يكون اسهل في الفيزيو المتلاب مع العلم ان المتلاب اصلا في الفيرجنز الحديثة بدأ يحل المشاكل دي ان هو انت من داخل الفيجر تقدر تعمل ده واعلمك طبعا الطريقة التانية ان انا ازاي اخد من الساملينينك فايل الريزولت بتاعتي وارميها على الكوماند ويندو بعد ما رميها على الكوماند ويندو اتعلم ازاي اعمل انفايل يأكسز على الفاريابولز اللي انا رميتها على الكوماند ويندو ويرسم لي وزبط السايز والفونت والليبلز بعمل ران بس انا بعمل ران بطلع النتائج كلها واخد احطها في البحث بتاعي او البروجيكت بتاعي طب ده بيديني ميزة ايه بيديك ميزة ان انت لو عندك تعديل في النتائج عيبقى سهل بالنسبة لك تعمل ده ان انت ترجع تزبط الحاجة اللي انت عاوز تزبطها في الساملينك وبعد كانت دوس ران وبمجرد لما دوس ران النتائج عتترامع على الكوماند ويندو وتفتح الانفايل تدوس ران يروح على طول رصاص لك النتائج تاني تقدر تاخدها وتشتغل بيها فده برضو هتشوفوا الاول مرة على اليوتيوب ازاي اعمل اينفايل محترم يرسم لي النتائج بتاعتها عشان كده بقول الناس اللي هتمشي معانا في البليليست دي فعلا فعلا عنديف ليها وهيتعلم معانا تولز مختلفة وهيتعلم معانا حاجات مختلفة ويعرف فعلا ان احنا قدرنا ندفله وقدرنا نعلمه حاجات ما كانش يعرفها تمام طيب زي ما قلتلك احنا في الفيديو ده مش عن طول احنا بس عاريك كل الحاجات اللي انت ممكن ترسمها بالفيزيو زي ما انت شايف احنا فهمنا طبعا ان اي تشورت فيها عارض داتا وكمبارزون ومحتاج ان انا اقسم بلوكات والكلام ده يقدر الفيزيو يعمل ده بمنتهى البساطة فالرسمة دي احنا عاملينها عن طريق الفيزيو كمان الرسمة دي اي بلوكات زي ما قلنا والسولرس اللي احنا جابينها من على جوجل وحطينها الشمس دي تعمل دا يا رو تطلع منها خطوط فسهل الاسهم دي موجودة في الفيزيو يعني انت في الفيزيو نفس وقادي الرسمة الاسهم بتجيبها ان انت بمجرد لما تعمل اللاين بالشكل ده تبدأ ترسمه زي ما قلنا انت بتروح هنا لللاين وتختار الويت وي لو عاوزه داشو هلأ هتلاقي ان انت برضو لو انت عاوزه اا ارو الممكن تختار نوع السهم اللي انت عاوزه وتبدأ تحطه تبدأ توصل بالاسهم زي ما انت شايف فدي برضو موجودة كمان البلوكات احنا خلاص فهمنا ان اي بلوكات ممكن نعملها ودي كويلز جبت اتنين كويل عشان يشيروا لي الترانسفورمر وبعد كده احنا فهمنا ان اي تيبولوجي ممكن تعملها بمنتهى البساطة فالتيبولوجي دي دي اللي انا كنت بقدمها في المصدر فزي ما انت شايف هنا الانفيرتر تيبولوجي فدي برضو بالفيزيو كمان اي تيبولوجي خلاص انت فهمت في التريتشر كل الرسومات موجودة بالفيزيو طبعا دي بكسلة فدي صورة طبعا زي ما قلت ما انصحش حد يحط اي صورة فدي كنت انا حاطيتها بس الصح بتاعها انها تترسم بالفيزيو ومن اسهل ما يمكن وده اللي اعوره لكم في البيتش دي ان الموضوع اختلف تماما في الرسومات هنا دي بالفيزيو هنا برضو فكرة ان انت تريس وتعمل بتختار اللاينز من التوبولوجي اللي عندك وتبدأ تلونها بالكالر من الفيزيو طبعا انت ممكن تختار من البيتش دي وتختار نعمل هنا انجروب تختار الاسهم وتختار المسارات اللي انت عاوزها اهو وتروح على اللاين وتختار الكالر فانت ممكن في الرسمة بتاعتك بعد ما ترسم لو عاوز تشير لحاجة تقدر تعمل ده منتهى البساطة خلاص اه هنا برضو بقيت الرسومات كل دول بالفيزيو انا عاوز اخذك بس الحتة تانية اه حتة الكنترول بقى ازاي اه برسم الكنترول اه دي طبعا بال بالمتلاب واخدتها من المتلاب حطتها على الفيزيو وبدأت زي ما قلتلك ازبط الاكسيز والكلام ده كله هنشوفه الكلام ده قدام اه واحدة واحدة احنا نبدأ هون خش على الكنترول مشيدي انا عايز بس اوريك فيinding ان انت حتى تكنيك اللي انت بتستخدمه اهو طبا انا نتكلم على ال VIDEO حتا الكنترول تكنيك اللي انت بتستخدمها كل ده مرسوم بالفيديو اي رسمة انت بتشوفها دي بالفيديو بترسمها اهو بتبدأ ترسم هنا بكس وتعمل هنا بكس وتعمل خط وتكتب�ا كما قلنا هنا بترسم شكل الصوت استبدال تطلع بخط وتنزل خط خط وتتلع وتنزل وبعدك هنا تعمل ايه النوت ادي ده الشكل بتاعي بعد كده بص الكنترول ده برضو مرسوم بالفيديو اي كنترول مرسوم بالفيديو دايرة وحاطت فيها خطين وجبت الزائد والنقص بي وحطيت هنا الزائد وحطيت هنا الناقص وكتبت هنا وبدأت ايه اكمل الكنترول بتاعي هنا بي اي بي ار الرسمة دي طبعا بينها بالفيديو وديرة وخطين وزائد وزائد وعلامة المثلث ده سهل ترسمه خط كده وبعدك هنا تطلع بخط للنص وترجع به تاني يرسم لك المثلث ده واي مربع طبعا بترسمه بالفيديو مفيش مشكلة كده اشتغلنا سلايد مود كنترول فهتلاقي ان انا هنا شايف الرسمة بتاعة السلايدنج سيرفس دي مرسومة بالفيديو بعد كده هنا الكنترول بتاع لينير سلايد مود كنترول هتلاقي ان انت هو رسمة بالفيديو حتى لو يسترسز ليه انا عامله بالفيديو خطوط فضلت ارسم الخطوط لحد ما كونته فالكنترول كمان بتقدر ترسمه بالفيديو يعني حتى لو فيه كنترول انت عاوز تشرحه اهي رسمة ايه عاوز استخدم كنترول معين فببدأ ارسم ستيب واستيب كل حاجة وكوبي بيست زي ما علمكم علمتكم في الفيديو اللي فات بتدوس عالكنترول وبكليك شمال تدراج وتانسرت فهي ابدأ يعمل كوبي بيست فهتلاقي ايه البلوكات والحاجات دي بكوبي بيست كده بتخلص بسرعة الرسمة بتاعتك والانتجرال سلايد مود كنترول هتلاقي اهو الرسمة دي بالفيديو والدبل انتجرال انا ما اعتقد والسيمبليفاي الدبل انتجرال كله بي الفيديو الرسمة دي كمان بالفيديو الرسمة ايه بتاعت الكنترول شايف الشكل ده ورسم جريد وكويلز وبلوك كاتب باكبوست والديسي سوبلاي وبدأ ترسم بلوكات بالشكل اللي قدامك ده بالفيديو فهنا دي عملية الجريد انتجرال ان انت تحط ريفرنس الباور ريفرنس الايكيو بتميجر طبعا سريفايز فولتج يتحولهم لي فيديو وفيكيو و سريفايز كارانتو باردو بتحولهم لي فيديو وايكيو وتبدأ ترسم مش اللي ستيشنري الروتاتينج سينكروناس فريم ده اسم الروتاتينج اللي يعمل سرشة على سينكروناس فريم او روتاتينج سينكروناس فريم يلاقي الشكل اللي قدامك خلاص هنا برضو الرسمة دي بالفيديو وبعد كده بنخش على السيميليشن ريزولت طبعا الرسومات دي طبعا تم تطورها جامد في الشغل الجديد يعني لوجا اخدكوا بقى طبعا البي اتش دي اختلف تماما الوضع بتاع البي اتش دي لما نيجري البي اتش دي في السيزس البي اتش دي سيزس موجودة طبعا على الريسورشي جيت اللي عاوزها ممكن يقدر ياخدها من الريسورشي جيت دي النسخة الاخيرة اهي تعال نشوف البي اتش دي في الرسومات برضو اللي اترسمت هتلاقي ان كل انا عاوز اقولك كل الرسومات اترسمت تعال نجيب حاجة اللي هي افتر موديفكيشن دي اخر حاجة اتعملت اهي برينت وان اه دي اخر حاجة الرسمة دي انا رسمها بالفيزيو رسمت الاكسيز ورسمت فضلت اكتب بانسورت تيكست مية متين والكلام ده كله ورسمت طبعا الخطوط دي وبدأت خليت لونها اللاينز بتاعتها لونها الجري اللي هو مايبانش او سيلفر وبعد كده كل بوكس من دول الالوان دي كلها بوكس فضلت ازبطها كان عندي رسمة وطبعا مباكسلة اللي هي بتاعت الاتشورت دي وبعد كده بدأت ترسم كل جزئية بالفيزيو الرسمة دي برضو انا عاملها بالفيزيو من ريبورت وبدأ لما ياخد سكريم من الريبورت فضلت ارسم كل حتة وكل مربع وكل خط وكل كنتري كل دولة دي كل الرسمة دي بالفيزيو زي ما قلت لك الموضوع بعد كده بالفيزيو الرسمة دي برضو بالفيزيو بينك الفرق ما بالHVDC وال HVAC الوين دي ده رسمها بالفيزيو رسم دايرة في النص وخط طالع ونازل وبدأت استخدم روتيت روتيت بتعمله من هنا هتلاقي فيه تحت في الفيزيو لما تيجي تشتغل هتلاقي فيه علامة الروتيشن موجودة هقول لك حالا عشان لو عاوز تروتيت تروتيت حاجة تضغط عليها بعد ما تضغط على الحاجة اللي انت مثلا هناخد البوكس ده كنترول اهو هتلاقي ان هو بيديك هنا انجل وتخش جوه الانجل لو قلت له تسين عي روتيت اهو تسين لو قلت له يبقى انت لازم تزلل على الحاجة بيبدأ يديك تحت الهيط ويديك الانجل تختار الانجل اللي انت عاوزها لو اجعنا زيره ايه رجع تاني يبقى انت ممكن تروتيت برضو الحاجة فتقدر ترسم الويند بمنتهى البساطة وزي ما فهمتو البوكس دي سهل نرسمها برضو بمنتهى البساطة اللي تريتشن هنا الرسمة دي بالفيزيو بعد كده هنا التوبولوجز بقى كلها بص هتلاقي بقى العشكال اختلفت وبقى عملية الرسمة بقى تانضف واحسن لان انت بتتعلم مع الوقت ازاي تحسن الرسومات بتاعتك ازاي تحسن الكواليتي بتاعت الرسم بتاعتك فهتلاقي ان كل بقى الرسومات دي نرسمها بشكل احسن وده اللي انا اعلمته لك برضو في الكوبي والبست والحاجات دي وازاي تختار وازاي تصغر وازاي ترسم كل المنت يكون مرسوم صح فهتلاقي ان كل الرسومات اللي قدامك دي مرسومة برضو بالفيزيو لو عملنا شدنا اهو الرسم ده كله الرسم ده كله بالفيزيو كل الرسومات بالفيزيو تنسيق الكلام طبعا بعيدا عالكتابة انا بقول ان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا ازاي اعمل جلدوشن بوك اعمل ماستر سيز بي شي دي سيزز اوتوميتد يعني اوتوميتد كل حاجة بتتحطه بتترقم مزبوط اي تعديل بيعدل لوحده بدوس بس على حاجة من الكيبورد يعدل هو الترتيب لوحده ده بيسمح لك ان انت تبقى شغال متطمن ما عندكش مشكلة تشيل فيجر تحط فيجر تشيل كوشن تحط فيجر تشيل تيبل تزود تيبل اي حاجة وبتسمع معاك كمان فيه تيبل اوف كونتينت تيبل اوف فيجر اي حاجة بتسمع معاك وتتزبط خلاص هنا برضو الرسم اهو الرسم بتاع التشغيل بتاع التوبولوجي بص الرسومات عاملة زي الماشي مع اللاينز وازاي الدنيا بتشتغل كالوان وتقدر تعمل ده يعني احنا لو رحنا دي كانت بتاعت الماستر اهو كل حاجة مرسومة وزي ما قلتلك ان انت ممكن تعالى نروح لتوبولوجي عادية ممكن تمشي لو انت عاوز تمشي مع حاجة نعمل انجروب التيار ماشا نطلع من هنا فانت ممكن تختار الخط ده بكا تدوس الشفت عشان يكمل وماشى هنا مثلا وتختار الكمبونان تكمل ماشى هنا ماشى هنا ماشى هنا كده مثلا وتدوس كده هتلاقيه دولك المسار اللي انت عاوزه هتقولي تفيه حتة هنا دخلت اه يبقى انت هتحاول تسحب اللون هنا وتسحب اللون هنا وتحط خطوط جديدة حت خطوط جديدة تبقى ملاش اي علاقة بالمسار اللي انت عاوزه يعني ايه وتزبط طبعا ايه نزبط من الخطوط دي الويتس بحيث ان هو او الويتس بحيث ان هو يبقى ايه مناسب فانت عادي تقدر تعمل ان انت رأى عندك دايرة وعاوز تعمل المسار فيه ناس بتعمل الحركة دي وفيه ناس بتعمل حركة تانية ان هو يختار ويخلي اللون بدل احمر مثلا باهت ان هو مثلا الحاجة دي مش شغالة بدل ما اقول لك مثلا ده شغال عاوزه خليه مش شغال مثلا اعمله ايه اعمله كده ده اكنه فاصل واللي سود هو اللي شغال براحتك اعمل اللي انت عاوزه وده هتتعلمه مع الاراية ومع الابحاث ان انت تعمل ايه كل حاجة الكنترول اهو ازاي برسم الكنترول والدنيا شكلها شيك رسمة البلوكات والقسات والكلام ده كله رسمة هنا الاكويفلنت سيركت رسمة هنا برضو الكنترول بطريقة تانية فاعتلاقي ان الكنترول كمان زي ما انت بترسم اللي تشارتز بترسم التوبولوجز برضو بترسم الايه بترسم الكنترول بترسم الفلوت شارت لو عندك كل حاجة بتترسم بالفيديو طبعا الرسمة دي الهين البار ده او الشارت دي مرسومة بالمتلاب فدي من المتلاب ديركت هنا برضو دي تانية بتشغيل تاني بصة انا مشيت على المساري اللي المفروض لما السويتشات دي تشتغل فقالت اختار 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 والونهم بالاحمر وبحيث ان انا بيين التشغيل بتاعة التوبولوجي في الحالة دي وفي الحالة دي نفس الحكاية هنا لسم الكنترول بالفيزيو والكترولينت السيركيت بالفيزيو رسومات كلها بالفيزيو بقى فطبعا البيتش دي زي ما انت شايف الشكل مختلف تماما عن الماستر اللي انت كنت لسه هنا هو مشيت على المساري بالأسهم ليه الف دي سي فولت بلوكينج ازاي بيحصل فولت بلوكينج الكلام ده التوبول عادي توبول موجود بقى كده اروحوا على السيميوليشن كسيميوليشن فمهم جدا ان اي رسمة سواء تشارت سواء توبولوجي سواء كنترول سواء بلوكات سواء حاجات من ريبورتات عالمية بارز الكلام ده كله يترسم بالفيزيو مصموح اطلاقا بان انت تاخد كوبي بيست لصورة حتى لو هتعمل لها سيتيشن لو هتعمل لها سيتيشن لازم برضو ترسمها بنفسك خلاص كان لابد ان انا حاول اوريكو عمليا بعض الحاجات وبتبدأ بقى تحتفز يعني انا عندي فولدر كامل عن الفيزيو للشغل اللي انا عملته في سواء في البيتش دي هنلاقي هنا في فيزيو هتلاقي الرسومات اللي احنا اشتغلنا بيها نفس حكاية في المصدر هتبقى على كل الرسومات اللي انت هترسمها محتفز بيها فمهم جدا ان انت ايه تحتفز بكل حاجة عشان لو حبيت ترجع لها تعرف ترجع لها من الفيديو ده بأكد على الفيديو اللي جاي الفيديو اللي جاي مهم جدا 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 في الكتابة سواء بتكتب بيبر بتكتب سيزيس مستر او بيتش دي كمان حتى لو بتكتب جريدويشن بوك ازاي اكتب صح ازاي انصك ازاي ابني هيدينز هي اوتوميتد بتتزبط ازاي اعمل انسورت الكابشن سواء فيجر سواء تيبل سواء اكويشن وتبقى الدنيا بتترقم لوحدها ريليتد للشابتر ريليتد لكل حاجة لو انت بيبر مش عادة تبقى فيه شابتر انت عندك تركيم في البيبر كله ويبدأ من واحد لحد ما تنتهي نفسي لكن انت لو عندك سيزيس فانت عندك شابترز فانت عاوز الفيجر ريليتد للشابترز لو انت عندك جريدويشن بوك ومش عاوز تقسمه شابترز ومقسمه عادي لانه هو البوك من بتقسمش الشابترز فساعتها بترسم برضو بتمشي بتركيم عادي فاحنا عراعي كل الطرق وهنشرح كل الطرق في الفيديو اللي جاي فعشان كده الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا وطبعا كل حاجة هنبدأ ننوه عليه حتى اللي بعد كده يبقى مهم لان انا عاواريك ازاي تكتب فبرضو يبقى مهم جدا جدا فهتلاقي ما نيجي ننسورت سيتيشن عاواريك ازاي تنسورته بطريقة سريعة والكلام ده فبرضو عاواري بقى مهم فالبليلست عموما ممكن هي لسه بابلش دلوقتي لكن فعليا اللي عيمشي معاها فعلا عدفله كتير جدا جدا مش هستطول عليكو اكتر من كل اهم حاجة دعوا بزر الغيب بالتوفيق والسمريرية وحسن الخاتمة نشوفكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته